أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد الآن معنا من الرياض اللواء دكتورة محمد صالح الحربي المتخصص في العلوم اللاسياسية ودرسات الاستراتيجية أهلا بك دكتورة محمد على شاشة القهرة الإخبارية هذا الخبر من أن الحوثيين ربما منعوا السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور لمدة أسبوع كامل ووصفوا هذا بالنصر الكبير كيف ترى هذا المتغير في ظل هذه الأزمة؟ مسأل خير تحية لك داليا لمشاهدين قهرة الإخبارية في كل مكان نعرف أن الضربات وما أعلن عنه ما قبل 12 يناير أنه كان هناك 27 ضربة حقيقة ولكن بدأت الأسطول البحري الخامس القيادة المركزية الوسطى تكثف من ضرباتها على منصات إطلاق الصواريخ في السواحل اليمنية خفت الموضوع قبل ثلاثة أيام وإن عاد البارحة بإعلان استهداف سفينة أمريكية ستار إيريتس وأيضا سفينة يونانية تحمل عالم المارشال الأنباء أو الأنباء تفيد بأن هناك أكثر من 45 ضربة قام بها الحوثيون منذ 7 أكتوبر وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتعامل مع هذا الموقف وفق ردة الفعل ضربة بضربة وإن كان في نقطة مهمة جميع ضربات الحوثي لم تؤثر على حركة السفن لم تنتج عن أي قتلى أو إصابات إنما حركة السفن وعرقلة الممرات الحيوية هل حضرتك بتعتقد أن هذا متعمد من قبل الحوثيين؟ أكيد لابد أن الحوثيين ومع تطورات الموقف لابد أن يعوا قواعد الاشتباك الموصلة لهم من إيران لا يمكن أن إصابة أفراد أو جنود أمريكان أو كده لأنه حتى تأكيداً للكرام أو تأكيداً للواقع أن هناك قاعدة إسرائيلية في ميناء عصب أمام الحديدة 120 كيلو متر تقريباً وإذن أخذناها من المنتصف تقارب 60 كيلو متر باستطاعتهم الضربة وهي جاهزة قاعدة إسرائيلية في عصب لماذا؟ ويبعد عنها أيضاً حامية إيرانية على بعد عدة كيلو مترات في دهلك تقريباً فقواعد الحرب أو قواعد الاشتباك ما زالت سارية المفعول وإن خفت الموضوع أو نستطيع قول وحدة الساحات كانوا يتحدثون فيها في عدة جبهات حول غزة خفتت الآن الميليشيات العراقية أعلن تعليق ضربات ضد المنشآت الأمريكية إيران أيضاً دعت أنها لا تدعم أحزبها أيضاً هناك في جبهة جنوب لبنان في حرب غزة هناك مبادرة فرنسية ربما يتوصلون نعم طيب عندما نتحدث عن الوضع تحديداً في البحر الأحمر دكتور محمد هذه الدائرة الجهنمية من الرد والرد على الرد هل حضرتك بترى أنها مرتبطة بالوضع في غزة أم أنه ربما تخرب الأمور عن السيطرة وحتى لو انتهى الوضع في غزة يظل هكذا الوضع في البحر الأحمر وتفاقم الصراع ليس له أي علاقة وليس له أي تأثير في غزة حقيقة ربما أوراق ضغط سياسية صورة ذهنية يعززها الحوتيين في هذه المنطقة لأنه مثل ما ذكرت لك جميع الضربات غير دامية إنما تأثر الاقتصاد وعبور الناقلات وتغيير مساراتها إلى رأس الوجاع الصالح إنخفاض عبور الناقلات النفطية والتجارية عبر قناة السويس بما يصل إلى 60% الولايات المتحدة الأمريكية مرتبكة حقيقة وإن أعطتهم حتى الأسبوع القاضي لإدراجهم أو إعادة إدراجهم إلى قوائم الترقب والإرهاب عملياً فنياً تقنياً أي سفينة شحن في العالم هذه نعرف أنه ترفع على المالكين أكثر من دول تعبر عدة محطات وليس بالكاد تعبر إلى إسرائيل إنما أجهزة تعرف التتبعية تحدد مسارها وهذا ليس بعملية كبرى أو تقنية كبرى ولكن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تكثف ضرباتها على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة وخاصة في منطقة الحديدة وأتوقع أنه قبل خلال خمس أيام سيخفض هذا الملف وسيعود الوضع إلى مكان ما الذي سيحدث دكتور محمد صالح الحربي ضيفنا من الرياض المتخصص في العلومة السياسية ودراسات الاستراتيجية أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً